في وقت تتواصل فيه معارك الكر والفر في أنحاء متفرقة من الغوطة الشرقية لا تزال تحت سيطرة فسائل المعارضة السورية بدأت على أرض الغوطة صفحة جديدة من صفحات إجلاء المدنيين من المناطق التي يحاصرها النظام السوري والميليشيات الموالية له نحو 1500 مسلح وستة ألاف من أفراد أسرهم بدأوا اليوم مغادرة حرستة إلى محافظة إدلب شمالي سوريا ويأتي هذا التطور بعد محاصرة حرستة الواقعة في الجهة الغربية من الغوطة وعزلها عن مدينة دومة في الشمال الخاضعة لفصيل جيش الإسلام وعربين وجوبر وعينترما في الجنوب الخاضعة لفصيل فيلق الرحمن ضمن الحملة العسكرية التي بدأت قبل شهر وخلفت حتى الآن ألاف القتلى والجرحة فضلا عن دمار واسع النطاق وبالتوازي مع تنفيذ إجراءات اتفاق الإجلاء واصلت طيران الحربي التابع للنظام قصف الأحياء السكنية في مدينة زملكة وبلدة أربين في الغوطة الشرقية بدنابالم الحارق والقنابل العنقودية وارتفع عدد الذين قتلوا خلال الساعات الأخيرة جراء قصف مدينة دومة إلى أحد عشر قتيلا كما ارتفعت حصيلة ضحايا القصف على بلدة عينترما إلى ثمانية قتلى من جانب آخر أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 45 ألف سوري غادروا منازلهم في الغوطة خلال الأيام الماضية وأن مئات الآلاف من الأشخاص ما زالوا محاصرين جراء القتال العنيف وهم بأمس الحاجة للمساعدة الأمم المتحدة بدورها أعربت عن قلقها العميق إزاء سلامة المدنيين في الغوطة الشرقية وحمايتهم وأوضحت أن وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة ما زال محدودا للغاية وأن البنية التحتية للملاجئ في ريف دمشق ليست قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من الفرين من الغوطة والذين وصل عددهم إلى أكثر من خمسين ألفا منذ الحادي عشر من الشهر الجاري